السلام عليكم و الله يسعد أوقاتكم موضوع الأمان أو السيكوريتي بنظام التشغيل لينوكس هو واحدة من أهم نقاط القوة اللي بتميز هذا النظام عن غيره من الأنظمة الثانية على لينوكس الأمان بتم التحكم فيه عن طريق الصلاحيات والأزونات اللي بتم منحها للملفات أو البرامج اللي موجودة على النظام طبعا أنا حكيت بأحد الفيديوهات عن شو هي الأزونات والصلاحيات اللي ممكن أني أعطيها لأي ملف أو برنامج موجود على جهازي إذا كان في عندي سكريبت في عندي برنامج في عندي ملف بدي أعطيه صلاحيات قراءة كتابة تنفيذ لمستخدم معين لمجموعة معينة كل هاي الأمور ممكن أنك ترجع لها بالفيديو اللي عملته عن هذا الموضوع هذا النوع من الأزونات أو الصلاحيات هو النوع الأول من أنواع التحكم بالوصول اللي موجودة بلينوكس واللي بيتسمى Discretionary Access Control أو DAC بهذا النوع من أنواع التحكم بالوصول الصلاحيات اللي بعطيها للملف أو للبرنامج هي فقط للأشخاص أو المستخدمين والمجموعات اللي في عندهم صلاحيات يوصلوا لهذا الملف مثل ما حكيت الـ RWX أما النوع الثاني من أنواع التحكم بالوصول فإذا قلنا اللي هو التحكم الإلزامي Mandatory Access Control أو Mac فبهذا النموذج من أنواع التحكم بالوصول فأنا عندي النظام هو اللي بيعمل عملية التقييد أو الـ Constraint على شو هي الملفات والأزونات اللي ممكن أنه يكون في عندي صلاحيات أني نفذها فأنا حتى لو كنت عاطي لنقول على سبيل المثال لو عاطي صلاحيات يوصل لملف معين بس هذا الملف بتم التحكم فيه باستخدام الماك فإذا ما عطيته الليبل معين أو إذا ما كان موجود ضمن بروفايل معين فما رح أقدر أني نفسه الماك هو عبارة عن implementation لما يسمى الـ Linux Security Modules الـ Linux Security Modules هي عبارة عن فريمورك أو إطار لكيفية التعامل أو لكيفية عمل السيكوريتي بشكل عام بـ Linux بالـ Mac أنا في عندي في عندي two implementations أساسيات طبعا هو أنا في عندي أكتر من دول اتنين في عندي لنقول خليني عدد شو هي الـ implementations أو الطريقة اللي بيتنفس فيها الماك أو المانداتوري أكسس كونترول في عندي إما الـ App Armor اللي رح نحكي عنه بفيديو اليوم وفي عندي الـ SE Linux في عندي implementation تاني اللي هو الـ Mac طبعا هذا الـ implementation ما رح نحكي عنه لأنه ما له نفس الشعبية اللي موجودة للتنين التانين وأغلب الناس بتلاقيها بتستخدم إما الـ App Armor أو الـ SE Linux طبعا الـ App Armor يعتبر من حيث السهولة أسهل من الـ SE Linux ليش؟ لأن الـ App Armor يعني أنت ببساطة ممكن أنك تكتب Profile هلا أننا اليوم ما رح ندخل بموضوع الـ Profileات ولكن أنت ممكن أنك تكتب Profile تقول أنه للأمر الفلاني بدي أعطيه صلاحيات قراءة للأمر الثاني بدي أعطيه صلاحيات كتابة للأمر الثالث بدي أعطيه صلاحيات تنفيذ وبهي الطريقة صار عندك Profile جاهز لملفك أو للـ Script اللي عندك الـ SE Linux أصحب لأنه لازم يكون بالأساس في عندي Kernel أو في عندي نوات بتدعم بشكل عام أو بتدعم أساسيا بتدعم الـ SE Linux في عندي كل الـ Utilities أو الأوامر لازم أنها تكون متوافقة مع الـ SE Linux الأب أرمر ابتدى بسنة 1998 وبعدين كان مملوك من الشركة أو الشركة المطورة اللي كانت لهي الميونيكس بعدين انتقل لشركة نوفل وبالأخير وصل لشركة كانونيكل في حين أنه الـ SE Linux اللي هو Security Enhanced Linux ابتدى بسنة 2000 ومن بداياته كان بتم تطويره من قبل شركة Red Hat بالنسبة للـ SE Linux اللي كان له أو للـ LSM Linux Security Modules اللي كان لهم الدور الأكبر بتطوير أو بدفع هذا النوع من أنواع الأمان للأمام اللي هو مركز الأمن الوطني الـ NSA بأمريكا فهن كانوا من أكبر الناس اللي ساهموا بتطوير الـ LSM والـ SE Linux فاللي رح نعمله بفيديو اليوم أنه رح نشوف كيف ممكن أني ثبت الـ App Armor على Arch Linux ما رح نحكي لا اليوم ولا بفيديوهات تانية عن الـ SE Linux على Arch لأنه بالأساس ما له مدعوم بشكل رسمي وإنما رح نشوف كيف رح سبت الـ App Armor شو هي الأدوات الضرورية كيف ممكن أني أني استخدم هاد الموديول شو هي الموديول اللي موجودة فيه وفيديوهات تانية إذا كان في عندكن رغبة أنه نغطي هاد الموضوع أكتر بشوف كيف ممكن أني أكتب بروفايل معين لسكريبت معينة موجودة عندي باستخدام الـ App Armor وأعطيها إما إما حطها ضمن الـ Enforced Mode أو الـ Complain Mode بس خلينا أول شي نروح للترمينال ونشوف كيف رح نثبت الـ App Armor على Arch فلحتى نخلي Arch Linux قادر أنه يتعامل مع الـ App Armor ونخلي المستخدم اللي عماله يستخدم النظام قادر أنه يستخدم الأدوات الخاصة بالـ App Armor رح نثبت أربع حزم من هدول الحزم في عندي حزمتين أساسيات لحتى يشتغل الـ App Armor بشكل صح وفي عندي حزمتين تانيات هدول بيستخدمهم لحتى كون قادر أني أحصل على إشعارات وتنبيهات في حال صار في عندي violation لأي بروفايل خاص بالـ App Armor فباستخدام Pacman رح نثبت الحزم التالي sudo pacman dash s أول شي طبعا لازم أني سبت الـ App Armor بحد ذاته بعدين بيلزمني الباكيج اللي بعدها اسمها audit هلأ بنحكي شو هي audit بعدين رح نثبت python dash notify to ورح نثبت python dash bs util طيب هلأ بثبت هدول الحزم audit هي عبارة عن إطار أو framework بيخلي الـ App يكون قادر يوصل للـ Log files الخاصة بالكيرنل وبالسيستم وبالنظام لأن بالأساس أنا ما في عندي إمكانية أوصل لهدول الـ Log أو السجلات فباستخدام audit framework يكون قادر أربط الـ App Armor مع سجلات النظام طيب بعد ما ثبتت الحزم الأربعة وطبعا آخر حزمتين الخاصين بالـ Python هن لحتى يكون في عندي إمكانية الـ Notifications طيب بعد ما ثبتت الحزم لازم لحتى خلي الـ Kernel أو لحتى فعل الـ App Armor على مستوى الـ Kernel لازم أن يضيفه لـ Kernel modules الخاصة بالـ Grab هذا الكلام ينطبع على App Armor وينطبع على audit framework فخلينا نرى ماذا سنفعل فأخبره sudo vim etc default grab بهذا الملف يأتي للسطر الذي يوجد في عندي cmdline linux default يأتي لنهاية السطر وقبل الـ Quotation Mark سأخبره دعنا نضيف أول شي audit فأخبره audit يساوي 1 وبالنسبة للـ App Armor سأضيف الأمور الخاصة بالـ lsm linux security module التي من أحدها سأرى أنه لدي App Armor موجودة بعد ما ضفت هذه الأمور لسطر linux بالـ Grab لازم أني أرجع وعيد configuration للـ Grab فأخبره sudo grab-mk config dash o slash boot slash grab slash grab dot cfg طيب هلا هاد بالنسبة للـ kernel لازم حتى فعل user space utilities أني فعل App Armor وفعل الـ audit بإستخدام system ctl أو system d فأخبره sudo system ctl enable app armor dot service وراح وراح فعل audit 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 dot service بعد ما فعالت الخدمات وعملت ملف الـ Grab لازم أني أعمل reboot فرح قل له reboot طيب هلأ نحنا بالخطوة الأولى نزلنا audit بس لسه ما في عندها وصول لسجلات النظام فلحتى أعطيها الأزونات الخاصة أول شي لازم أني ضيف group جديدة أو مجموعة جديدة للنظام وبعدين هاي المجموعة رح أعطيها صلاحيات أنه توصل للوقس فالجروب رح يكون اسمها بالتحديد audit فرح قل له sudo طبعا لازم تكون كsudo group add-r audit وبعدين رح قل له sudo g passwd-a اسم المستخدم ورح قل له الgroup اللي بدي إياها طيب هلأ لازم أني أعمل تسجيل خروج وأرجع أعمل تسجيل دخول لحتى ينضاف المستخدم للgroup الجديدة فرح نطلع من النظام هلأ ضل عندي الخطوة ما قبل الأخيرة أني أفتح باستخدام Vim أو أي محرر نصوص تاني الملف التالي etc audit 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 d.conf هلأ بهذا الملف رح يجي للسطر اللي موجود في log underscore group هاد السطر رح انسخه لأنه ما بدي غيره رح حط إشارة هاش بالسطر الأول وبالسطر التاني رح ضيف الgroup اللي ضفناها من شوي واللي كانت audit طيب هلأ بالأخير ضل لازم أني أعمل ملف بيشتغل بشكل تلقائي بشكل أوتوماتيكي كل ما بشكل الكمبيوتر لحتى توصلني الإشعارات فأول شي ضمن مجلد .config إذا ما كان مجلد auto start موجود عندي فرح أعمل مجلد auto start فرح له mkdir .config ورح أقل له auto start ضمن هذا المجلد رح أعمل ملف جديد فرح أقل له vim home .config auto start واسم الملف اللي هو app armor .notify .desktop ومحتويات ومحتويات هاد الملف رح تكون عبارة عن desktop entry اللي هي كل ما أعمل إعادة تشغيل رح يشتغل الملف اللي عمالي إله أو الأمر اللي موجود بسطر الـ .exec لحتى يكون قادر أنه يقرأ من log ومن audit .log طبعا هاد الملف ما بيشتغل أو AA .notify ما بيشتغل إذا ما كنت مثبت حزمة الـ python أو حزمتين الـ python اللي حكيت عنهن بالخطوة الأولى وقت اللي ثبتنا كافة الحزم الضرورية طيب بعد ما ثبتت كل البرامج وعملت كافة الإعدادات الضرورية خلينا نشوف إذا كان الـ أب أرمر فعلا شغال ولا لا فرح نستخدم فرح نشوف بفيديو اليوم بس مجرد أمرين اللي هنن بيأكدوا لي إنه فعلا شغال وبعدين رح نشوف رح نروح لموضوع الـ نحنا ما رح نفوت بكيف ممكن إني اكتب بروفايل جديد وإنما رح نشوف شو محتويات الـ فلحتى شوف إذا كان الـ أب أرمر شغال ولا لا طبعا رح يكون مع سودو فرح قل له سودو AA- enabled ومثل ما اللي شايف قل لي yes طيب الأمر الثاني اللي رح استخدمه اللي هو سودو AA- بدل enabled رح قل له status هلا إذا بلاحظ بهذا الملف طبعا أنا مكبر الخط بس لحتى يكون واضح إذا بشوف بالoutput إنه في عندي 52 profile اللي تم تحميل هن اللي هن بيجوا نازلين مع حزمة App Armor على Arch Linux طبعا أنا ممكن أني طبعا ممكن أنا أني أعمل profile جديد لأي script بد دي أها لأي ملف بس هذا رح يكون خارج نطاق فيديو اليوم نحن اليوم بس عمانا نعمل نظرة عن كيفية التثبيت والاستخدام بس مثل ما حكيت إنه في عندي 52 profile تم تحميل هن إذا جيت لنهاية الoutput رح شوف إنه من ضمن هدول البروفايلات هاي البروفايلات بالكامل تم تحميلها على بوضع ال enforce لأن إذا شوف التحت شايف إنه في عندي zero profile تم تحميله إن complaint من ف ال52 profile هن بالكامل بال enforce من طيب هاي البروفايلات هين موجودة لحتى نشوف نظرة على شو هي محتويات البروفايل فهي البروفايلات موجودة عندي بمسار ال ETC app armor dot d هذا إذا جيت لهذا المسار وعملت له ls ما رح أعمل dash la لحتى شوف البروفايلات بالكامل رح شوف إنه في عندي على سبيل المثال في عندي profile لل pink وين ال pink في عندي profile رح نشوف في عندي pin dot pink في عندي لل samba في عندي لل للأباتشي وقت اللي بيعمل البروفايل رح يشيل ال slash ويستبدلها ب dot طبعا ال slash الموجودة ببداية المسار هاي ما بيستبدلها بأي شي بس البروفايلات عبارة عن ملف نصي ممكن اني اني افتحه بأي محرر نصوص فلو اجينا وفتحنا ال bin dot pink نشوف محتويات هاد الملف رح شوف خلينا نضغير الخط شوي رح شوف انه هو عبارة عن ملف نص بس بيعطين شو هي القدرة اللي ممكن انه يعملها اي شي موجود ضمن هاد البرنامج او هاي ال فمسلا بالنسبة لل pink هاد لازم يكون في عنده وصول للانترنت على سبيل المثال فرح شوف انه في عندي r a w ال r اللي هي ال read وال write هاي الامور رح نغطيها بالفيديو اللي بنحكي فيه عن كيفية كتابة profile لل ااب armor بس انا هاد الملف او هاد البروفايل حاليا موجود عندي بوضع ال انا المود بكل بساطة اذا كنت بدي جرب ال script اذا كانت شغالة مع الاب armor او لا فرح ااخد هاد ال البروفايل ال pink بحد ذاته وطبقه فرح قل له sudo a a dash complain وبعدين رح اعطي اسم او رح اعطي المسار الكامل للبرنامج اللي بدية فرح يكون usr فرح يكون bin slash pink هلا متل ما اللي شايف انو ال pink صار بوضع complain mond اذا رجعت قلت له sudo a a dash status رح شوف انو لسه في عندي 52 profile اللي تم تحميل هن loaded بس رح شوف انو صار في عندي 51 بوضع enforce وصار في عندي واحد بوضع complain اللي هو ال pink اذا بدي رجعه من complain لل enforce فبنفس الشكل رح قلت له sudo a a dash enforce وبعدين رح اعطي المسار بالكامل اللي كان بين pink هلأ رجع لوضع enforce بنفس الشكل اذا قلت له sudo a a dash status رح شوف انو بالنسبة للم complain مود ما عد في عندي اي profile طيب نحن ما شفنا اي اشعار او اي notification مع انو عملنا ملف خاص بهذا الكلام ونزلنا البرامج الضرورية طبعا لانو انا ضمن هاي الماكينة الافتراضية ما عملت اي شي بيتطلب مني او يعني ما عملت اي violation بالبروفايلات اللي موجودة بال app armor انت مثلا نقول على سبيل المثال اذا كنت عمالك تستخدم لنقول السامبا كنت عمالك تستخدم الاباتشي وصار في عندك اي اختراق فرح يوصلك اشعار انو تمت عملية الاختراق وما رح يتنفذ طالما انو هاي البروفايل بوضع الانفورث اذا كان بالcomplain ما بيعطيك اي notification وبالنهاية اذا شاركة المحتوى مع اصدقائكم وصحابكم وبالنسبة للناس اللي بتستخدم arch بعرش مكنكتر فاذا ما كنتوا عمالك تستخدموا اي نوع من انواع من وسائل الامان فبنصحكم وبتمنى بعد هذا الفيديو انكم تثبتوا الاب armor حتى لو ما شفت اي اختلاف بنظامك فانت نوعا ما بتكون حاسس انك صرت امن اكتر اراءكم تعليقاتكم تركوا لي اياها بقسم التعليقات وبالنسبة للاشخاص غير المشتركين اذا شايفين المحتوى اللي عمانا نقدمه مفيد وممتع فلا تنسوا الاشتراك بالقناة لحتى نكبر مع بعض يوم ورا يوم بلتقي فيكن بالفيديو الجاي وبأمان الله